ما هو رأيك في هذه النقطة؟ رئيس الوزراء الدكتور محمد شتي أمر بتشكيل لجنة تحقيق من بينها عضو عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وعضو وطبيب من طرف العائلة ولكن ربما يجد البعض أن هذا غير كافي وهناك من يطالب بإيقالة قادة الأجهزة الأمنية قبل أي إجراء ما وجهت هذا الطرح؟ أولا الرحبة لروح نزار أنا أعتقد أن نزار مات جسدا ولكن كفكرة هو لن يموت بالنسبة لنا كمنظمات حقوق إنسان نحن لا نستطيع أن نطلق حكما أن نقول أن هناك جريمة وقعت كل المعطيات تشير إلى أن الوفاء غير طبيعي تقتضي تحقيقا محايدا ومستقلا وأنا أعتقد أن هذا إن لم يحدث فنحن ذاهبون إلى مزيد من تدهور الأوضاع الداخلية تحقيقا محايدا أولا يفسر سبب الوفاء وثانيا هذا التحقيق عليه أن يشير إلى المسؤولين عن ارتكاب جريمة إذا ما كانت هناك جريمة فعلا وقعت وأنا أعتقد أن كل المعطيات تشير إلى أن الوفاء غير طبيعية قد تكون نتاج التعذيب الزميل محمود من رام الله وصف كيف كانت عملية الاعتقال وبالتالي انطوت على عنف وقصوة شديدين فما بالك فيما بعد هذا كله يشير ويدعو إلى الاعتقاد بأن نظار بنات خضع إلى التعذيب وأن سبب الوفاء ليس طبيعيا وقد يكون هو نتاج تعذيب أو ما شابه لذلك أنا لا أستطيع كحقوقي أن أقرر فورا أن هناك جريمة ومن المسؤول على الجريمة لكن أنا أعتقد أن جريمة أو وفاة نظار بنات هي تفجر أسئلة كثيرة يعني منظمات حقوق الإنسان حضرت في اليوم الأول لقرار الرئيس محمود عباس بتجميد إجراء الانتخابات بأن الأوضاع الداخلية في فلسطين في الضفة الغربية وفي قطعة غزة محتقنة وبالغة الاحتقان وأن خطوة كهذه من شأنها أن تفجر الأوضاع وأنا أعتقد أن وفاة نظار على هذا النحو ستزيد الطيلة بالله ستدفع بالأمور إلى ما هو أسوأ لذلك نحن نقول كمنظمات حقوق إنسان ونعيد ونكرر خطابنا السابق أنه آن الأوان لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية تكفل إدارة رشيدة تكفل عدالة وتكفل ديمقراطية وحقوق إنسان تحمل حريات حرية حتى الانتقاد أن تذهب بعيدا في انتقاد الأداء العام هذا أمر يجب أن يكون مكفول بالقانون لا يجوز أن نكون أمام اعتقال سياسي على خلفية الرأي الذي ينتقد الأداء العام من يتحرج من يضيق صدره بالانتقاد عليها أن يغادر مربع العمل العام لأن العمل العام مهما فعلت عليك أن تتمتع بسعة صدر لتستوعب كل الانتقادات ولتنظر في الانتقادات الإيجابية التي هدفها الإصلاح هدفها تعزيز وحماية المصلحة الوطنية العلية للشعب الفلسطيني وأن تنظر في كيفية إجراء تغييرات حقيقية من شأنها أن تقوم السلوك والأداء العام لذلك أنا أعتقد أن نظار دم أو دم نظار بنات يجب أن يشكل محركا ودافعا نحو استعادة وحدة النظام إعادة بناء النظام السياسي على أساس ديمقراطية إعادة توحيد مؤسسات منظمة التحرير ودمقراطتها لأن هذا السبيل الوحيد إلى ضمان استقرار وحماية العمل والسلم الداخليين أولا وهو الضمانة لتصليب قوة الشعب الفلسطيني هذا كلام جميل جدا ولكن